اهلا بكم وإلى اللعنة الشلل يضرب المؤسسات الفيدرالية الأمريكية بعد فشل مجلس الشيوخ اقرار الميزانية المؤقتة للحكومة مصادر للميادين تؤكد أن القوات الروسية باقية في نقاطها في محيط عفرين تتحدث عن تعزيز القوات الكردية لقواتها في مارع التفجير الذي حصل قبل أيام في صيدة واستهدف أحد الإخوة الكوادر في حركة حماس هو بداية خطيرة سيد نصر الله يحذر من التفجير الأخير في صيدة ويدعو إلى التعامل معه بجدية راقين أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي جمانسي برئيس الجمهور السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية في مصر فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير مشروع ميزانية مؤقتة لتمويل الحكومة حتى السادس عشر من الشهر المقبل وفور الأعلان عن فشل التصويت دخلت المؤسسات الفيدرالية حالة من الشلل فيما سيتم منح مئات الألاف من موظفيها إجازات من دون أجر ويتركز الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول رغبة الجمهوريين في إقرار موازنة تتضمن زيادة في الإنفاق العسكري بينما يطالب الديمقراطيون بإيجاد حل لعشرات الآلاف من اللاجئين ضمن برنامج متعلق بالمهاجرين الشباب أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيميس ماتس أن استراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة تعطي الأولوية للاستعداد للحرب مشددا على أن منافسة القوى العظمى وليس مكافحة الإرهاب ستكون مركز اهتمام واشنطن في الاستراتيجية الدفاعية محمد كريم إحدى عشرة صفحة تم رفع السرية عنها ولخصت استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية أفرج عنها وزير الدفاع ماتس ليحدد أولويات بلاده العسكرية في المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى منافسة القوى العظمى وعلى رأسها روسيا والصين وليس الإرهاب التنافس بين القوى العظمى وليس الإرهاب وهدفنا الرئيسي الراهن لتنفيذ استراتيجية أمننا القومي وسنستمر في حملتنا لملاحقة الإرهابيين ماتس وجه اتهامات لروسيا والصين بأنهما تنتهكان سيادة الدول المجاورة وتمارسان حق الفيتو في المجالات الأمنية والاقتصادية ضد جيرانهما فيما كوريا الشمالية وإيران حضرتا كما جرت العادة في المواقف الأمريكية كدولتين تزعزعان من وجهة نظر واشنطن الاستقرار العالمي الأنظمة المارقة ككوريا الشمالية وإيران عزمة على القيام بنشاطات غير خانونية تهدد الاستقرار الأقليمي والدولي ماتس تحدث عن بناء تحالفات عسكرية جديدة لمواجهة تحديات خصوم أمريكا وعن الرغبة في تحقيق تفوق عسكري في الجو وعلى الأرض وفي البحر هذا الموقف الأمريكي يعكس الاستراتيجية الأمريكية في محاولة الحفاظ على أولويتها وعلى مكانتها الأولى بين القوى العظمى وفيه نوع من الاعتراف بصعود هذه الدول لتكون أيضا في مرتبة الدول المنافسة أولوية الاستراتيجية الجديدة هي الاستعداد للحرب وإحداث تغيير ملموس بالسرعة المطلوبة وإعادة بناء هيبة عسكرية أشد فتكا للتنافس في الصراعات الاستراتيجية يضاف إليها تحديث القدرات العسكرية الرئيسية كالاستثمار في الفضاء الإلكتروني وقوات الرجع النووي والدفاع الصاروخي كان ملفتا أن لا تتصدر محاربة الإرهاب أولوية الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية وأن تركز أكثر على إعادة بناء تفوق عسكري وهيبة في مواجهة الخصمين الأقويين روسيا والصين محمد كريم واشنطن الميادين في المقابل أعرب وزير الخارجية الروسي سرغيي لفروف عن أسفه لاتباع واشنطن نهج المواجهة بدلا من الحوار العادي مع روسيا إننا منفتحون على الحوار ومستعدون لمناقشة العقيدة العسكرية وهي كما كانت في السابق تقوم على تعزيز الثقة بين الدولتين وإنني متأكد أن هناك في الولايات المتحدة رجالا راجحي العقل يؤمنون بضرورة بقاء الاستقرار الاستراتيجي لمنع وقوع صدام وهذا لا يتأتى من دون مشاركة بين الولايات المتحدة وروسيا لفروف اتهم واشنطن بمحاولات تشكيل كيانات بديلة للسلطة بما يتنقض مع الالتزام بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية نافي انسحاب المراقبين الروس من عفرين هذا كلام جرى نفيه مهمتنا الحالية مع تركيا وإيران هي إيجاد منطقة تهديئة تعمل بشكل دقيق في إدلب شركاءنا في تركيا لم يضعوا كل نقاط التفتيش المطلوبة بحسب الاتفاق وبدلا من إقامة نحو 24 نقطة أقاموا بضع نقاط فقط وبسبب هذه الثغرات التركية تمكن الإرهابيون من شان هجمات على قاعدة حميميم العسكرية تحدثنا مع الاتراك حول الموضوع قبل أيام وسنواصل الحديث معهم على المستويين السياسي والعسكري وأنني واثقا من إمكانية تسوية الأمر منطقة التهديئة تساعد كثيرا في الحل في موازاتي ذلك أكدت مصادر ميدانية للميادين ألا صحة للأخبار التي تتحدث أو تحدثت عن انسحب القوات الروسية من محيط عفرين بريف حلب الشمالي لفتتا إلى أنها أعادت هذا التموضع والانتشار لها في المنطقة ووفق مصادر الميادين فأن فصائل درع الفرات تواصل حجد قواتها في محور مارع في ريف حلب الشمالي كما تقوم وحدات حماية الشعب في تدعيم قواتها في محيط عفرين هذا وقتل أربعة عسكريين أتراك بينهم ضابط أثناء محاولتهم التسلل إلى بلدة بلبل أو بابل الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب في ريف حلب الشمالي فيما أكدت مصادر للميادين عن حالة من الهدوء في مدينة عفرين ولا صحة للأخبار التي تتحدث عن نزوح للأهل حذر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله من أن التفجير الأخير في سيدة يعتبر مؤشرا أمنيا لا يجب الاستهان به في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لشهداء القنيترة دعت دولة اللبنانية إلى التعامل مع تفجير سيدة على أنه خرق للسيادة وكل المؤشرات حتى الآن تقول أن العدو الإسرائيلي هو الذي قام بتنفيذ هذه العملية يعني التفجير الذي استهدف أحد الإخوة من كوادر حماس في مدينة سيدة هلأ فينا نقول يا أخي بعد لبنان رسميا ما أقل ما تهم إسرائيل فهلأ ما تعتبوا طيب ما عليش ما سنعتب هلأ لكن لما حيبين عند الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية أنه هذا عمل إسرائيلي نتمنى على اللبنانيين والأحزاب اللبنانية والجهات اللبنانية والدولة اللبنانية أن تتعاطى مع هذا الأمر أولا أنه جريمة وثانيا أنه خرق للسيادة اللبنانية وثالثا أنه عدوان على لبنان وأزيدكم هذه بداية خطيرة جدا التفجير الذي حصل قبل أيام في صيدة واستهدف أحد الإخوة الكوادر في حركة حماس هو بداية خطيرة على المستوى الأمني اللبناني وما حدا يخفف من موضوع ولا حدا يهون منه ولا يجوز السكوت عليه السيد حسد نصر الله أكد أن لبنان ملتزم بعدم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي مشيرا إلى وجوب معالجة أي إشكال بهذا الصدد تحت أي عنوان كان لبنان ملتزم بعدم التطبيع مع العدو الإسرائيلي طالما ما في ما يسمونه بين أهلالين سلام عادل وشامل طيب وين السلام العادل وشامل لبنان يجب أن يطبق التزامه بعدم التطبيع مع العدو الإسرائيلي هذا الموضوع يجب أن يعالج لن يصبح هناك مشاكل في البلد بمعنى أنه بكرة تحت عنوان هذا فن وهذا سياحة وهذا نحن مع من ندخل النقاشات الدينية والفكرية في هذا الموضوع السياسي من قرارات جامعة الدول العربية التي لا تنفذها بعض دول الجامعة العربية هو عدم التطبيع مع إسرائيل نصر الله أشار إلى أن أعلن الولايات المتحدة بقاء قوتها في العراق وسوريا تحت عنوان منع عودة داعش وأكدوا النفاق الأمريكي مع أن العالم كله يعلم وباعترافات ترامب أن أمريكا هي التي أوجدت داعش اليوم أستطيع أن أقول للأمريكان لكي لا يضللوا رأي العام ستكون داعش ما ترجع أنتم ما ترجعوها ما ترجع أنتم ما تطلبوا من حلفائكم بالخليج وبالمنطقة يعطوها مال ويعطوها سلاح ما ترجع أنتم ما تطلبوا من الدول بالعالم يقدموا تسهيلات للتكفيريين ليلتحقوا بداعش ما ترجع داعش ولا يحتاج منع عودة داعش إلى العراق وإلى سوريا لا يحتاج إلى قواعد أمريكية ولا إلى قوات أمريكية العراقيون كفيلون بمنع داعش من العودة والسوريون كفيلون بمنع داعش من العودة وما يدعيه وزير الخارجية الأمريكي وكذب ونفاق وتضليل ودجل على الشعوب في المنطقة واختراع حجة جواهية لبقاء القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة وهذا كان الهدف الحقيقي في غضون ذلك كشف مصدر أمني لبناني للميادين نت أن التفجير الأخير في صيدة بجنوب لبنان نفذه الموساد الإسرائيلي وأن عملية تعقب المنفذين أنجزت بسرعة كبيرة وأكد المصدر أن أقوى الأمن الداخلي حققت تقدما لافتا في تفكيك التفجير الذي استهدف أحد كوادر حركة حماس في لبنان كاشفا أن تفريغ محتوى كاميرات المراقبة في مكان التفجير وتعقب الاتصالات أثمر إنجازا أمنيا لافتا وسيجري إعلان تفاصيله في وقت لاحق كشف وزير الداخلية لبناني نهاد المشنوق عن تمكن الأمن اللبناني من أحباط عمليات إرهابية كان يخطت لها داعش ضد لبنان في فترة الأعياد محمد محسن والتفاصيل لبنان الآمن عبارة اختصر بها وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق نتائج عملية أمنية نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني وامتدت منذ منتصف العام الماضي حتى نهايته لبنان الآمن عملية بدأت بتوقيف قيادي أمني رفيع في تنظيم داعش أبو جعفر العراقي عملية بدأت عادية ثم تطورت نحو أساليب استثنائية وفق المشنوق إنما الاستثناء اللي صار إنه بعد القاء القبض عليه تم تشغيله من قبل شعبة المعلومات لمدة خمسة أشهر وهو موقوف بدون ما تعرف قيادة التنظيم إنه موقوف كانت النتيجة إنه كشفت كل العمليات اللي كان ممكن تقوم أو إن تمعمل خلال الخمسة أشهر بحسب الأمن اللبناني فإن أبو جعفر العراقي تسلم الملف اللبناني في تنظيم داعش وأنه جاء إلى لبنان لتنفيذ عمليات أمنية تستهدف مرافق عامة واقتصادية واغتيال شخصيات أمنية وعسكرية فضلا عن تنفيذ اعتداءات خلال احتفالات رأس السنة خمسة أشهر من تشغيل أبي جعفر العراقي أدى الجهد الأمني خلالها إلى إحباط محاولات داعش لضرب الأمن في لبنان محاولات كان من شأنها إن نجحت تهشيم استقراره النسبي مقارنة بمحيطه المشتعل القدرة الأمنية اللي أعلنت من خلال هذا الفيلم هي لتأكيد لكل اللبنانيين ولكل العرب ولكل من يريد أن يزور لبنان بأنه الوضع ممسوق لأعلى درجة احتراف متوفرة بصراحة يمكن بالعالم العربي مش بس بلبنان لا جهة أمنية في لبنان تجزم بانتهاء المعركة الأمنية مع خلايا داعش لكن حماية الأعياد رغم محاولات التنظيم تنغيص فرح اللبنانيين تعطي مؤشرا على اختناق خلاياه في لبنان من رؤوسها إلى أصغر عناصرها في لبنان تثمر استراتيجية الأمن الوقائي إنجازات أمنية واضحة لا أمانة لتنظيم داعش ولا حرية حركة ولا بيئة حاضنة تلك إشارات ترسلها الأجهزة الأمنية اللبنانية للقريب والبعيد وخلاصتها بأن الأمن اللبناني تحت السيطرة محمد محسن بيروت الميادين فاصل قصير وسنعود من جديد أهلا بكم أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشح لفترة رئاسية ثانية السيسي وخلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن دع المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أذار مارس المقبل واليوم وأنا أسترجع اللحظات الفريقة التي مرت بنا وأستحضر في ذهني كم التحديات الجسام التي تواجه الوطن وحجم الطموحات وطلعات التي نريدها لبلدنا فأجد نفسي أقف مرة أخرى حائراً أمام ضميري الوطني وأقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها راجعاً أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية راجعاً أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية بدوره أعلن رئيس الأركان المصري السابق الفريق سامي عنان ترشحه رسمياً لرئاسة مصر دعياً مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياة أيها الشعب السيد في الوطن السيد أنني أعلن أمامك اليوم أنني قد عقدت العزب على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهاء من استفاء إجراءات لا بد لي كرئيس أسبق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية من استفائها وفقاً للقوانين والنظم العسكرية غادر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط في جولة تشمله مصر والأردن وفلسطين المحتلة بينس أن لن يلتقي قادة أو قادة فلسطينيين وهم الذين كانوا قد أعلنوا رفض استقبال مسؤولين أمريكيين بعد قرار ترامب بشأن القدس المتحدثة باسم بينس لسافرح وصفت اجتماعات نائب الرئيس في الشرق الأوسط بأنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي أصب جنديون إسرائيلي في عملية دهس قرب جسر اللنبي في الأغوار بين الأردن وفلسطين المحتلة وأفدت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً بعد دهسه أحد الجنود الذي كان متمركزاً في منطقة المغطس مشيرة إلى أنه انسحب من المكان وجرى اعتقاله قرب حاجز اللنبي وفي قطاع غزة أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي إلى ذلك نظمت حركة الجهاد الإسلامي مسيرة في غزة تضامناً مع القدس ورفضاً للقرارات الأمريكية أحمد شلدان التفاصيل بلا كلل أو ملل يواصل الغزاويون تحركهم الداعم لمدينة القدس المئات شاركوا في مسيرة دعت إليها حركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة حيث رفعوا شعارات تؤكد التمسك بحقهم في مقدساتهم جهادنا مستمر حتى لو بلغ سبعة آلاف جمعة غضب شعبنا الفلسطيني سيستمر في غضبه سيستمر في جهده وجهاده حتى كنس هذا الاحتلال وإعادة فلسطين إلى حضنها الدافع العربي والإسلامي للجمعة السابعة على التوالي تستمر الفعاليات التضامنية مع القدس وسط مطالب بأن ترفع الفصائل والقيادة الفلسطينية من مستوى أدائها في مواجهة التحديات ندعو إخواننا في المقاومة سواء في الضفة وغزة أن يطوروا من أدائهم ونحن نبرك العملية الأخيرة بقتل الحقام هؤلاء الصهائنة والمقتصبين لا يفهمون إلا لغة واحدة هي لغة الدم نحن ننادي على الأحرار جميعا في العالم أنهبوا لنصرة القدس والأقصى إن شعب فلسطين يناديكم القدس تستصرخكم ومنذ الإعلان الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للاحتلال يؤكد الفلسطينيون ضرورة التحرك العربي والإسلامي فالقدس ليست وقفا على أحد ونصرتها واجب على الجميع كما يقول المشاركون هنا من جديد يثبت الفلسطينيون فشل الرهان على تراجع الحراك الشعبي ضد القرارات الأمريكية بحق المقدسات فاستمرار خروج الغزاويين إلى الشوارع يؤكد أن التمسك بالثوابت كفيل بأن يحبط كل مؤامرات التهويذ والتفريط أحمد شلدان غزة الميادين نظمت الحكومات المغربية أمس اجتماعا تفاوضيا جديدا في مدينة جرادة للنظر في مطالب المتظاهرين منذ أسابيع وزارة الزراعة المغربية اجتمعت في المدينة ووزير الزراعة كان قد اجتمع في المدينة بمسؤولين المحليين ونقابيين وبوفد من المتظاهرين الشبان فيما استمرت تظاهرات في ساحة جرادة المركزية هذا وقد أغلقت أمس جميع المتاجر أبوابها والمصارف والمقاهي في استجابة لدعوة الأبرى بالعام والآن إلى أبرز معنوات بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم وبيسان ترى في صباح الخير صباح الخير سالمة صباح الخير مشاهدين جولة جديدة على الأبرز معنوات بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح البداية مع صحيفة الحياة السعودية وجاء في عنوانها الأول تركيا تباشر عملية عفرين بقصف مكسف وتريث في التواغل واشنطن تتهمها بزعزعة الاستقرار القوى السنية العراقية تلوح بمقاطعة الانتخابات برلمان يجدد اليوم محاولته التصويت على موعد الاكتراع أيضا عنونة هذه الصحيفة كشف خطة استخباراتية لبنانية أحفطت عمليات لداعش خلال الأعياد شعبة المعلومات استدرجت مسؤولا في التنظيم من العراق ننتقل إلى لبنان مع صحيفة الأخبار وجاء في العنوان الأول إسرائيل نفذت تفجير صيدة المعلومات تكشف هوية قائد مجموعة العملاء التي حاولت اغتيال حمدان الرقى تحت الاحتلال أما صحيفة الدستور الأردنية فبدورها عنونت في العنوان الأول العمل على إقامة شراكات تجارية تخدم الأردن والجزائر خلال لقاءات أجراها القضاة في الجزائر تركيا تبدأ عملية عافلين بقصف مدفعي الوحدات الكردية لا تستبعد التنصيق مع الجيش السوري لمواجهة أنقرة إلى تونس مع عنوين بارزة تصدرت صحيفة الشروق في العنوان الأول الجمعيات تنهش الدولة عددها عشرون ألفا منها مئة وثمان وتسعون متهمة بالإرهاب رسالة الجزائر مئة الدواء شرتعون قرب الحدود التونسية بقصف مدفعي استهدف المنازل والقرى تركيا تبدأ الحرب على عفلين السورية إلى صحيفة القدس العربي في العنوان الأول ألمانيا توقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن أحمد مجدلاني خبر دعم ماكرون لمبادرة ترامب الفلسطينية ملفق بعد زعم قناة إسرائيلية أن موفدا فرنسيا طالب السلطة بقبولها عنوان بارز اخترناه من صحيفة البلاد الجزائرية النيران الصديقة بتواصلة بين أويحيا وولد عباس دعم بتفليقة والخوصة تعمقان الخلافة بينهما وختاما مع عنوان بارز اخترناه من صحيفة الأهرام المصرية أسيسي للمصريين أطلبوا ثقتكم لفترة رئاسية ثانية الرئيس لنترشحه رسميا ويتعاهد بانتخابات شفافة ونزيهة ويطالب المواطنين بالمشاركة بكثافة مع هذا العنوان نختم جولتنا شكرا للمتابعة نعود إليك سالمة الشلل يضرب المؤسسات الفيدرالية الأمريكية بعد فشل مجلس الشيوخ إقرار الميزانية المؤقتة للحكومة مصادر للميادين تؤكد أن القوات الروسية باقية في نقاطها في محيط عفرين وتتحدث عن تعزيز القوات الكردية لقواتها في مارع التفجير الذي حصل قبل أيام في صيدة واستهدف أحد الإخوة الكوادر في حركة حماس هو بداية خطيرة السيد نصر الله يحذر من التفجير الأخير في صيدة ويدعو إلى التعامل معه بجدية راقين أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي يمنصب رئيس الجمهور والسيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية في مصر والمزيد من الأخبار دور موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة